عم شفارة حبيبي ماذا أخرج؟ سمعت يا عم أنت كنت بتعايد في الأناطر يا سيدي أم يا عم صميمة الخرجة وديها في العيد الأناطر وحلفت عليها كمان لازمة تمرجح تمرجح؟ أعمل ايه طالب؟ أزعى لأمي عايت لي يا ابني ما مفرع شي غير أن ما أشوفها قدام عيني بتتمرجح لا يا ردة الأم واجب برضو تعيشوا في التمرجح طبعا بس أنت كنت مختفين في العين؟ أنا ما بين الشغل والاستبيان اللي الدكتور طلبوها طبعت متين سؤالها وأوزعها مع العين النهاردة أستبياني يقول لك إيه بقى؟ أهم الزهارة بتقرق المجتمع على المصر أعدت أجمع في الزواهر أجمع في الزواهر ضغيت ما لقيت نفسي في الآخر غيرت البحث وعملته إيه بقى؟ إيه بقى؟ إيه أهم حاجة بتفرح المجتمع على المصر لديك حقق والله أكيد ما لديك حاجة هركب هركب يالله بموت أه بقول لك إيه إيه تنتمرجح لا نزل من المصر تركب يالله تحقق تسكت تسكت إسراييل تسكت تسكت إسراعيل تسكت تسكت إسراعيل تسكت تسكت إسراعيل لاحكم التحرمية أمانا لاحكم التحرمية أمانا مطرس ساخب تحركة إبعالية مش هنقعد موش هنتزي مش هآخز أسكن بمس هنقعد يعني أصatura الوادي صحراك ما هاتش قالي معهاردة أن فيها صحراك كده بقى معناه أنا وستوش مع عدراتي النهاردة هعمل هنا باكت الحكومات عربية جبانا أوزي على الاستبيان ده الوحدي بقى أبقوا إستخدامهم عنهم تسكت تسكت تساين عني وعلي وعلي الزر عني وعلي وعلي الزر إلي بيهتم بش هايمون إلي بيهتم بش هيمون عني وعلي وعلي الزر اللي بيقظ ليس هيبثو اللي بتعني تكون حاضر دولا اهدل دولا غالي الامن وفاري الدولا اول موضةordonك يا مرئر ايهholes فارة وямس تق oben اقتلول لّ اشيدي محم editsاب요. يقولون ايه ده ستطّاع رائي عايز اهم الظهيرة توقركم الشعب المصر عمدنا لكم خمسة دهائي وجديم الحصول بسرعة ches عزيبا اهم زهرة توارق الشعب المصري قد طولي الوادري بيواصع مشارات هناك ده شاب بيت اسمك آدم أمين عبد الحي طالب في كلية الأداة بقسم اجتماع وبقالك 8 سنين في كلية مش كده مظبوطة باشا جيت لنا هنا قبل كده من 3 سنين قعد انت واقف ليه قعد يا ابن جيت لنا هنا قبل الدولة من 3 سنين كنت عامل خناء مع واحد أجنبي في شرم الشيخ صح مظبوطة باشا بس يعني الموضوع ان انا كنت بشتغل عنده في المحل عشان مصاريف الدراسة وكده في الصيف كنت راح اشتغل على أساس ان انا هشتغل في المطبخ هو صمم ان انا قاب في الحمام لمجرد ان انا عربي كان عنصري يعني وكده كلمة مني وكلمة منه تخنقنا مع بعض وامت ضربه وفتح له دماغه والله يا باشا هو اللي مد يده الأول وبعدين الموضوع ده انا اخدت فيه براقه ومراته وشهد تعليم عاية كنت بتعمل ليه في المظاهرة يا أدم؟ والله يا باشا انا مكنتش في المظاهرة أساساً انا بس استغلت التجمع وقلت فرصة اوزع الاستبيان بتاعي عالطالبة عشان اخد رأيهم في اهم ظاهرة بتقرق المجتمع المصري هو ده الاستبيان مش كده؟ هو يا باشا فقر وبطالة وفساد ومحسوبية يعني دي الحاجات يا باشا اللي انا طلعت بيها من من صحابي، من الجامعة، من عالنت مجاهزة بقى غلطان فيها كلها يا باشا بس مش شايفي عادة من كل الحاجات اللي انت متكلم عنها هنا دي سياسة قبل ما تكون اجتماع؟ بس انا ما شفتهاش كده والله انا عملت اللي الدكتور طلبوا مننا وبعدين حضرتك ممكن تسأله وبعدين يا باشا انا مليش دعب السياسة قغلصوا والله ده انا حتى بيتفرجش على النشرة ده كلام يا راجل في طالب في كلية الأداة بخصم اجتماع وما يتفرجش على نشرة الأخبار عامل بها ايه يا باشا يعني وبعدين احنا ناس غلابية يعني بنمشي جنب الحيط ولو فيه تحت الحيط كنا مشينا فيه يعني انت ملكش اي نشاط سياسي ولا ميول حزبية معارضة للحكومة؟ قصة من بلا يا باشا لا لا في السياسة ولا اعرف عنها اي حاجة ادم امين عبدالحي تصدق ان انت وطيب يا ادم وابن حلال وانا مصدقك قادي الملف بتاعك اهو انا همشيك بخليك يا باشا سيبك بقى من الكلام ده وتعالي نتكلم كصحاب امسك خد سجارة تشكر يا باشا ما بدخنش والله يا وادر وجل انا من زمان وانا نفسي ابطالها ومش عارفة تشرب شاي؟ شكرا يا باشا ايوا يا ابني هات واحد شاي هنا بسرعة والله يا ادم الاستبيان بتاعك ده قلب عليها المواجهة فعلا البلد بقت غريبة قوي ايوا هتكون فاكر ان انا تولدت هنا في المكتب ده؟ لا انا زي زيك وبعد كتير قوي على الشارع وبشوف الناس اللي تعبان واللي مظلوم واللي مقهور ده غير طبعا اهلي وصحابي وجراني كلهم عندهم مشاكل تصدق وتهم بالله لا لا الا الله باشا سيلك بقى من الهيلمان اللي انا قاعد فيه ده انا مرتبي ما بيكفنيش لدرجة ان انا فكرت ان انا سيب الداخلية وروح اشتغل ملحن ولا مطرب يمكن ان الف العالم واكسب فلوس كتير بس ما ينفعش قولي يا ادم في ايه في دماغل بقى عن المشاكل اللي بتقرق المجتمع على المصري غير اللي انت كتبه في الاستبيان ده؟ لا يا باشا هو حلو كده حلو انت خايف ولا ايه؟ يا ابني انا لو عاوز اخليك تتكلم وانت قاعد كده انت هخليك تتكلم لكن انا بقول لك اتكلمني كصحاب الله انت مش عاوز تصاحبني ولا ايه؟ ايه العفو يا باشا ازاي يا انا احنا انطول تتكلم والله يا باشا خدت بالي من حاجة غريبة اول من كام يوم كده وانا بحضر الشنطة الاخوال الصغير وهو راح لمدرسة الصبح جيت احطوله كتاب الدين في الشنطة قال لي لا اشيليك كتاب قلتولي ليه يا ابني دكتاب الدين ومكتوب في الجدول ان انت عندك حس الدين قال لي لا ما هو مش مهم قلتولي مش مهم ازاي يا ابني دكتاب الدين قال لي لا ما هو اساسا مش في المجموع وبعدين مدرس العربي بيلغيوا يضم الحسنان على بعض لقيت كده فجأة يا باشا ان الدين بيتلغي من مدارس واحنا على ايامنا كانوا بيلغوا حسس الالعاب والموسيقى والرسم وكل دول يا باشا مجالات ممكن يطلعوا جيل الناجح ويشرف مصر احنا كده بنقتل المواهب دي كلها يروحوا فين با يعودوا على الأهاوي ولا يروحوا فين وبيطلعوا ما يلاقوا الشغل بصراحة باشا النظام ده عايز تغير كله النظام؟ عايز يتغير؟ لا باشا ععوز بالله نظام ايه اللي يتغير انا اقصد يعني نظام التعليم مش ااااااااااااااااا سيك باشا زاكة شامبية زاكة باشا مفضل ساعتك ده الملف هو خليك وقف يالا تتابع هيالا مش تابع حاجة يا باشا ولما انت مش تابع حاجة يا رحمك بتوزع منشورات على زميلة ليه؟ لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجة لا في الجامعة بس هو فيه سوق تفاهم يستر عقيد بعد اذنك وبعدين انا حققت معايا وهبقى اكتب لسعادتك تخرير يا سعيد هو امرك يا باشا خذ يا دا من الحجز دلوقتي لغاية لما تخلصت اجراءات الخروج حاضر يا بان اطراع ولا اماك اسم اي? نعم انا سالت صبر يا باشا صبر يا إبراهيم عصير باشا يا ابن صبر سيف باشا أنا عاوز أقول لسعتك على حاجة الودة أقل مما تتصور كتير وبعدين كل المعلومات والتحاريات اللي جات لنا عنه إن ملفه أبيض ونظيفه زي الفل الله يبايد أيامك عشان بيه ونور لك قلبك تتعلمني شغلي ولا إيه؟ فيه إيه عشان بيه؟ العفو يا باشا آسف العيال دي ما بيجيش غير بالعنف العنف عايزين يعملوا فوضى في البلد مش كلهم سعتك مش كلهم لازم نفرر ما بين البريء اللي اتاخد في الرجلين وما بين المزنب اللي بجد ومعليك بقى عرفت إنه بريء إزاي أولاً ساعدتك ملفه فاضي نفيهوش ولا سبقى سانياً وده الأهم إنه إحساس الأمن أكد لي كده يا دي إحساسك الأمن اللي انت فلقتني بيه يبني أنت ظابط أمن دولة معه عشان أنا ظابط أمن دولة لازم أدي النفسي الفرصة أني أقايم الشخص اللي واقف قدامي قبل ما تاخذ ضده أي إجراء دي أروح نساعدك ولا إيه؟ طالما جي هنا ويف قدامك يبقى حوالي شبعة ومهمتك كراجل أمن إنك تتحقق من ده عشان تقدر تحقق الأمن والاستقرار للبلد وهو أمن والاستقرار للبلد ما يتحققوش إلا لو عملنا ولادك إنهم مجرمين وحرمية يبني أنت مهمتك إنك توقف المشكلة قبل ما تحصل مش تستنى لما المشكلة تحصل وبعدين تبدأ تفكر لها في حال الأمن أهم سلعة ولو فلت الزمام وفق أبناء كلنا أروح في ستين دا البلد دي حتولع في ثانية ده شغل أمن دا ولا يا حبيب أقول تاني وفهمك ولا إيه؟ لا يا باشا ما فيش داعي طيب قولي بقى دا وراكي النهار دا بالليل ما فيش حاجة ساعدك طيب ما هتجي لي بيت شوية كده بتتغلب لك بولتين تلاتة شطرانك ما بلاش ساعتك لما بتتغلب بتقفش أنا؟ آه طب يا إخي طالما بقفش اتغلب لي مرة خدوه على فين يا ابني؟ مش عارف والله بس أنا شفتوهم قبضوا عليه وركبوا البوكس مع الناس اللي أخدوهم في المظاهرة يا لهوي يا لهوي كان مستخبيننا فين كل دا اعمل ايه أنا دلوقتي اعمل ايه؟ انتي تدور عليه أمين عشان خاطري ادور عليك فين؟ هو عيل تاقيه؟ مظاهرات ايه؟ إلا بتوع مظاهرات أنا حاخش تغير هدومي يا رب يا رب اسطرها يا رب اسطرها يا رب اسطرها يا رب اسطرها يا رب انا مش عارف انقراضي فين؟ مظاهرة؟ وقلت خليه روح مظاهرات ده اتجعني انت هو اللي ايه؟ بقولك انا مش نقصاك قل بس ايهن ما انزل دور عليه معلاش يا صبرة انا ماليش في المشاوير دي معلاش يعني هسيب جزوختك ينزل دور عليه لوحده وهو راجل كبير محتاج حد يسنده؟ انا اللي محتاج حد يسندني انا ماليش في المشاوير دي عشان خاطري وانت رسميته كيف الدنيا دي تقدر تقولي؟ ما اولا حاجة اعتبريني هوى خلاص استريحتي انا بخاف اروح الاسماء صبرة انا لو شفت مكواجي شايل بدل الضابط وماشي بالشارع بخاف من مكواجي